دولت الرئيس منذ ما جئك إلى نيورك أجريت جملة لقاءات في الأمم المتحدة وفي مقر إقامتك شو انتباعك حتى هذه الساعة حول هذه اللقاءات؟ موضوع اللقاءات في ظل هذا المنبر الدولي أمر مهم للتواصل مع القيادات والاستماع إلى ما عندها من رؤى في مجال التطورات العالمية وما يخصنا نحن في لبنان وفي المنطقة وطبعا إسماع هذه القيادات أيضا وجهة نظرنا بالنسبة لتذاعيات الأحداث في المنطقة وأثرها علينا في لبنان وأعتقد أن التداول كان مفيدا هناك وعي وإدراك للأوضاع في المنطقة وخصوصا الحرب القائمة في سوريا وضرورة إيجاد حل سياسي لذلك في أقرب وقت لأن التداعيات السلبية لهذا الواقع المأساوي يطال الجميع وبدأ تشعر به أوروبا والغرب بشكل عام ونحن أصبح لنا فترة ونعاني من جراء تلك التداعيات بأبرز جوانبها المتعلق طبعا بالنزوح الكبير الذي أصبح يشكل حجما يتجوز ثلث حجم سكان لبنان بالإضافة إلى ما مررنا به أيضا من تحديات أمنية من جراء ما يحدث في سوريا تمكننا إلى حد بعيد من وضع حد لهذه التداعيات ويعني الوضع الأمني داخل البلد أصبح مستقر بشكل مقبول جدا دورة رئيس هل سيكون هذا الملف طبعا هو مهم موضوع اللاجئين في لقاءتك المقبلة وهي لقاءات مهمة خصوصا مع الرئيس هولاند مع الرئيس أبو مازان مع الرئيس حسن روحاني هل أيضا ستطلب من هذه الدول نفس ما تطلبه من الأمم المتحدة بخصوص طبعا اللاجئين وأيضا على المستوى السياسي فيما يخص الملف الرئاسي في لبنان موضوع اللاجئين أصبح موضوع متقدم جدا في علاقتنا مع كل الدول والكل يعرف ما نعاني فيه ومنه وما حاجتنا إليه لست أنا الذي أبحث فهم يسألون أيضا واضح بأن الكثير من القيادات والكثير من الدول نعم يشغل بالها الوضع في لبنان وهي راغبة في مساعدتنا للحقول دون الانهيار أو دون الذهاب إلى مواقع صعبة جدا لأنه كما تعلمين عندما تستفحل الأزمة السياسية تنعكس أول ما تنعكس أيضا على أزمة اقتصادية وهذا بدوره ينعكس اجتماعيا على المواطنين وعلى الناس ومن هنا يبدأ التململ وتبدأ المخاطر دولتر إس بس سؤال أخير على الصعيد الداخلي هل فعلا يعني وصلت الاتصالات أو المشاورات إلى حد أن تدعو عندما تعود إلى لبنان إلى جلسة لمجلس الوزراء؟ طبعا دعوتي إلى جلسة لمجلس الوزراء أمر واجب علي أن أقوم به ولكن شريكي في هذا الأمر هو كل القوى السياسية وإذا ما كانت القوى السياسية مستعدة لأن تتفاعل مع هكذا دعوة والتفاعل مع نقاد مجلس الوزراء ومع مواكبة إصدار العديد من الخرارات التي أصبحت تتراكم بكمية كبيرة على جدوى الأعمالنا فإذا ما تم ذلك نعم يكون فيه الإفادة ليس فقط للسلطة الإجرائية بل للوطن ويكون فيه إفادة للبلاد وللعباد فمن هنا سأستمر في السعي إلى دعوة مجلس الوزراء والالتئام مجلس الوزراء ولكن على القوى السياسية أذن أن تلاقيني في ذلك في ظل الحوار القائم اليوم بينها لما نأمل أن يصب أيضا بمزيد من تدعيم لمسيرة الوطن ولمسيرتنا الديمقراطية في لبنان